إلى صديقي العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة ملؤها الإخلاص والمحبة أما بعد صديقي العزيز ارفع قلمي لأكتب لك وأطمئنك على حالي وحال عائلتي وكذلك لأطمئن على حالتك صديقي أبعث لك هذه الرسالة لأخبرك أنني بخير ولم يصبني فيروس كورونا بسبب الاحتياطات الوقائية التي اتخذتها أنا وعائلتي وأتمنى أن تكون بخير وفي ختام رسالتي أقول لك اشتقت إليك كثيرا وأتمنى رؤيتك بعد نهاية الحجر الصحي صديقك الوفي عبد المؤمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر